مرحبا مواليد برشل شاوساء كيف بدي يكون الأسبوع الأول من شهر حزيران يونيو يلي هو أصلا شهر كتير حلو وأنا حكيت عنه كتير إشياء حلوة بالأبراج الشهرية لألكن بتلاقوا الرابط في الوصف بهيدا الفيديو تروا تسمعوا الشهر كيف بدي يكون لأنه فعلا شهر كتير حلو لمواليد برشل شاوساء هيدا الأسبوع فيه يومين حلوين تقريبا مثل كل الأسبوع وفيه يومين متقلبين الحدث المهم جدا بهذا الأسبوع وانتم عنيين فيه مباشرة هو اكتمال الأمر في برشل قوس يوم أو ليل الجمعة خمسة حزيران يونيو بتمام الساعة سبعة وربعة توقيت العالمي مساء يعني الساعة عشرة وربعة مساء توقيت بيروت فيه خصوف للأمر حتى الكل بيقدر يتابع هذه الظاهرة هلأ ليش مهمة؟ لأنه هذا الخصوف هو بوجهكم بوجه برشكم تماما وهرأ رح حكي عنه بالأبراج بخلال هذا الفيديو خلونا نبلش مع التنين والتلاتة التنين والتلاتة هني من أجمل يومين في هذا الأسبوع أجمل يومين في هذا الأسبوع فعلا ويمكن حتى هلأ رح يطلع لكم بعض أيام حلوة خلال شهر حزيران يونيو متل ما رح تشوفوا بالأبراج الشهرية لكن فعلا ضروري جدا موليبوش الشوزاء أنه ما تقفوا نهار لحظة في هذين اليومين حلو قوام كل أشغال هذا الأسبوع التنين والتلاتة أنا محلكون هيك بعمل في عنكن مثلا إيميل بدونين بعد في مكالمة بدتين بعد من أسبوع الماضي وعم بتفكروا فيها زيارة بدتين عمل خطوة موعد مع طبيب مع المسؤول مع جهة معينة تنين والتلاتة برمجوها ما بتندموا هيدا الدولاب الحظ عندكن التلاتة الحظ بقي معكن لساعة 4 و 7 دقاية بعد ظهر توقيت العالمي يعني 7 و 7 دقاية توقيت بيروت يلي عم بتابعني من القارة الأمريكية يعني تقريبا من الصبح الأمر بينتقل من برش الميزان بينتقل لبرش العقرب بتخف هالطاقة الحلوة الممتازة بتصير جيدة جدا كانت ممتازة بتصير جيدة جدا وباقي هيدا الجو معكن حتى 5 و 3 المسأة يوم الخميس توقيت العالم يعني 8 و 3 المسأة توقيت بيروت هيدا الفترة فترة وجود الأمر في برش العقرب تقريبا 48 ساعة هي لحتى تقويكن لحتى تمهدوا لخطوة بتنفعكن وبتخدم مصلحتكن وبتشهل وبتشيل من درب من قدام دربكن عصف مثل ما نقول يعني عرقيل أو يمكن معاكسة من شخص من جهة معينة اشتغلوا عليها فترة وجود الأمر ببرش العقرب فترة إيجابية حلوة مع أنه فيها ركض كتير وفيها سهر يمكن ويمكن فيها فيقة بكير تتعب ونتفي خاصة من بعض الثانين والثالتة جايين مبسوطين ومرتحين فإذا في ضرورة للاهتمام بالأولويات ورجاء ما تعملوا مشكل لأنه المشكل قد يتأزم بس لما الأمر سير ببرش القوس أي مساء يوم الخميس كل يوم الجمعة وكل يوم السبت هاو هني أسوأ يومين نسبيا بهداء الأسبوع مش إنه عاطلين لكن في احتمال يكون فيهم توتر خلاف أو زعل فكونوا حذرين ولأنه خصوف للأمر بلكن تنتبهوا ما يصير فيه زعل مع علاقة بتعني لكم كتير أعصابكم بلكن تهدوها بلكن تطولوا بالكم بلكن تسمعوا للآخرين وتعطوهم مجال لحتى هني يحكوا عنكن أنرجية كتير كبيرة بلكن تاخدوها على الهدى ورجاء ما تشتتوا طاقاتكم أفكاركم ديش في عنكن رغبة إنكن تحققوا وتنجزوا أعمالوا مشاريع فكروا بعدين تصرفوا وما رح تندموا السبت المساء إذا 11 إلى الربع الأمر بيصير بيبرش الشدي كل يوم الأحد أيضا بتبلشوا ترتاحوا شوي وتبلشوا تسعوا إلى إعادة التوازن لأسبوعكم يعني بيبدأ الأسبوع بنجاح باهر وبينتهي في رغبة في إعادة الأمور إلى استقراره فترة جيدة الأحد كلكم محظوظين بشكل خاص 1 ل7 هزيران يونيو 21 22 أيار مايو يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي هو 19 20 هزيران يونيو بديتمنى لكم أسبوع كتير حلو على أمل اللقاء مع الأبراج اليومية والشهرية باي باي